المحبة والصداقة بين الكنيس من الحاجات الجميلة والمفرحة. الصداقة بين الكنيسة الإبطية الأورتوزوكسية والكنيسة الكاثوليكية. مبارح قدست البابا المعظم الأنبات ودروس الثاني. استقبل اتصال هاتفي من بابا الفاتيكان البابا فرانسيس. بمناسبة حلول الذكرى التمنى ليوم الصداقة بين الكنيس تاني. يوم الصداقة من 8 سنين من 2013 يوم 10 مايو. يوم زيارة البابا تودرس للفاتيكان. وده كان بمثابة عيد على مدار 8 سنين. لكن الحياة المراديو بسبب طبعا ظروف كورونا في العالم كله. فما فيش أي نوع من التجمعات الصلاة اللي ممكن تكون في الكنيس لليوم ده. لكن في كل الأحوال في المكالمة دي كل واحد من الأباء الأجلاء. البابا تودرس والبابا الفاتيكان البابا فرانسيس. اتمنى الخير والسلام للعالم كله وللكينستين. من الحاجات الحلوة أولي حضراتكو. طبيعتوها طبعا الفترة اللي فاتت زيارة البابا فرانسيس للعراق. وده من الحاجات اللي أسنع عليها البابا تودرس في المكالمة دي. وقال له إنها زيارة بتعبر عن محبة كبيرة. لكن كمان البابا فرانسيس رد رد كله إحساس وإنسانية ومحبة لما قاله إن شعب العراق شعب تقلم كثيرا. شعب تقلم كثير. والشعب المتقلم اللي تحسسه إنك فكره وإنك بتصلي من أجله وإنك جاي لغاية عنده. دي أكيد بتفرق معاه كثير جدا. وطبعا افتكروا مع بعض زيارة البابا فرانسيس لمصر. وقد إيه يا. يعني حتى كان التشبيه كانت زيارة جميلة وزيارة مسمرة زي زيارة العراق. تحية من الأخبار الجميلة. الخبر اللي قالته هي باز. يعني يوم المواد ويوم المحبة بين الكنيستين. الأبطية الأرثوذوكسية والكنيسة الكاثولوكية. ده اللي بيقول لك أن احنا كنيسة عظيمة جدا. الكنيسة الأبطية الأرثوذوكسية اختارت عشر مايو. يمكن دلالة اللي اختيار لي. عشان كان البابا شنودة الثالث ربنا ناح نفسه. كان زار البابا بوليس السادس يوم عشر مايو 1973. فلما البابا طواضره سحب يزور الفاتيكان. قال أنا مش هزور الفاتيكان غير عشر مايو. عشان يبقى نفس اليوم اللي زار البابا شنودة. ويبقى ده يوم الصداقة. فحتى التعبيرات جميلة. بتقول لأن الكنيسة الأبطية كنيسة ممتدة. جيل بيسلم جيل ودي حاجة جميلة وحاجة محترمة.